أكثر من عقد زمني مر على رحيل عالم الرياضيات الموريتاني يحيو الحامد لكن ذكراه لا تفارغ الأذهان لعطائه العلمي الجم واستمراراً لهذا العطاء تأتي النسخة الحادية عشرة لجائزة يحيو الحامد في الرياضيات والمعلوماتية تشجيعاً للبحث العلمي والرفع من المستوى العلمي لطلاب المؤسسات بالتعليم العالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي السيدة آمال منت الشيخ عبدالله ثمنت الدور الذي لعبته الجائزة في تكوين جيل علمي يقتفي أثر الراحل ويكون رافعة للبحث العلمي وأكدت الوزيرة مضي الحكومة في دعم الإبداع والابتكار العلمي يسعى القائمون على الجائزة من خلالها إلى البحث عن نوابغ لمنحهم فرصة ووضعهم في طريق صناعة المستقبل الذي يفترض أن يلعبوه من خلال تكوين الطلاب ودعمهم وتوفير مناخ تنافسي إيجابي وضلت الجائزة في الأحد عشرة سنة الماضية رافعة للتلاميذ المتميزين وداعمة لمشوارهم التحصيلي حتى أننا لنفخر اليوم أن من بين الفائزين في نسخ الجائزة الماضية زملاء لنا مدرسين في الجامعة وخريجين من أرقى مدارس المهندسين حول العالم ومشارع باحثين كبار ولقد جسدت شراكات الجائزة على مدى العقد الماضي قصص نجاح كبيرة للعديد من أبنائنا أهداف كثيرة حققتها جائزة يحيو الحامد الرياضيات والمعلوماتية التي يتوخى منها تحقيق المزيد عبر تمددها داخل الوطن لتتسع مساحة المشاركة وتتحقق مرضودية أكثر تم استحداد هذه الجائزة 2011 من طرف أصدقاء المرحوم حيث مكنت هذه المبادرة من إنشاء رابط لترقية الرياضيات يكون لها طابع شرعي يمكنها من توسيع نشاطاتها في مجال الترقية الرياضيات في موريتانيا وخلال هذه السنة وزعت ست جوائز كشفت عن قامات علمية في الرياضيات والمعلوماتية من أمثال الطالب يحظيه أوفا عبدالود الحاصل على المرتبة الأولى للمرحلة الثانوية وتم حجب الجائزة الأولى للمستوى الجامعي الرياضيات فيما حصل الطالب سيدا لمين السيدي على الجائزة الثانية من المستوى الجامعي ترجمة نانسي قنقر